استضاف النائف الأول لرئيس مجلس ومحسن المندلوي بمكتبه الخاصة الاجتماع الدوري لقيادة قوى الإطار التنسيقي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025 والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن لصيلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية كدى المجتمعون أهمية دعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب